ومن الظواهر اللي تكلمها عنها في رمضان في الأعمال الرمضانية تيمت الانتقام اللي دارت حواليها أحداث أعمال كتير جداً زي طايع للنجمة عمر يوسف واللي بيمتقم لأخوه وزوجته اللي قتلهم الرئيس حربي عدو لدود في المسلسل واللي قام بدور النجمة عمر عبد الجبيل هو وزده كتير بس دمه خفيف وحمش هبابه بس حماشته ديف تخليه متسرع وبخيل حريس لا بخيل جوي كمان بسيبك منه ضاحي ضاحي ده نسيت أقول هلال بيجرى ويكتب ولا بتوع المدارس ضاحي راجل جدع وصاحب صاحبه وعينه زيغة وبتحارين تخليك ما أحضر خير المال ولو اتعارك مع جبل يهده ها هديك عرفتيه من عروسة قلتي إيه عرفت عن كل واحد جملة على الأساسها عرف أتجوز نين يا رئيس حربي رحيم مش حيرحم حد ده كان شعار الأساسي لمسلسل رحيم بطولة النجم ياسر جلال وكان طول الأحداث وبعد فروجه من السجن بينتقم من اللي خانوه وبيحاول يسترد ممتلكاته ويصاف حساباته مع عديره رحيم يسبك يا لأ انت عبودي ألا خير يا باشا فيه كنت جاي برجالتك وقفل الحارة ليه ما حصلش هو إيه اللي ما حصلش الرجل لما عارف أني خرجت من السجن جي حييني رأس شوية هو ورجالتو بعد كده يمسكوا طريق فتشو الوقت دي ها تشرب ايه باشا ولا بدوي أمرك راحيم باشا هاتواح الشاي كارف مية للباشا بسرعة بس كده عنها يا باشا وشوف رجالة تشرب ايه حاضر أصلي ما انفعش يا باشا تيجي انت والرجالة لحد راحيم السيوفي إلا لما اتعمل معاكم أحلى واجب ده لا رجالة نوارت يا باشا